موسيقى السيدة والسادة أهلا ومرحبا بكم في موجز لأهم الأخبار من تلفزيون حضر موت أجرى فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العالمي اتصالا هاتفيا بشيخ سباء سنان أبو لحوم عزأه فيه في وفاة شقيقه حميد سنان أبو لحوم الذي وفاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء وخلال الاتصال أعرب رئيس مجلس القيادة باسمه وأعضاء المجلس والحكومة عن خالص تعازيه ومواساته للشيخ أبو لحوم وآل أبو لحوم كافة في هذا المصاب الأليم موشيدا بمناقب الفقيد ومواقفه النضالية والمشرفة وأدواره البارزة في خدمة وطنه ومجتمعه سائل الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وينسكنه فسيح جناته وإلهما أهله وذويه الصبر والسلوان يواصل وفد مجلس النواب برئاسة رئيس المجلس سلطان البركاني مشاركته في أعمال الجمعية العامة التاسعة والأربعين بعض المئة للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة في مدينة جنيف السويسرية وجرى خلال أعمال الجلسة بحضور سفير بلادنا لدى سويسرا والمندوب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف السفير الدكتور علي مجور مناقشة طلبات إدراج البنود الطارئة واعتماد تقارير اللجان الدائمة والنظر في التعديلات على النظام الأساسي للاتحاد وقواعده إضافة إلى مناقشة تعزيز دور البرلمانات العالمية والإسلامية والعربية من أجل البحث الفوري والعاجل عن أفضل الطرق لدعم القضية الفلسطينية قال وزير الإعلاب والثقافة والسياحة معمر الإرياني إن قضية الطفل جنات السياغي نموذج صارح للظلم والقهر الذي تمارسه الميليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران بحق اليمنيين في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها وأشار الإرياني في تصريح صحفي إلى أن الميليشيات الحوثية الإرهابية تدعي كذبا وزورا منذ انقلابها أنها تدافع عن شرف اليمنيين وأبناء الشعب الفلسطيني ولكن ممارساتها لا تختلف عن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي وجرائم وانتهاكات مشرفيها تؤكد أنها مظلة للقتلة والمجرمين وشذاذ الآفاق كما أشار إلى أن قضية الطفل جنات كشفت عن فساد الجهاز القضائي الخاضع لسيطرة الميليشيات الحوثية وأنه صار أداة لحماية مرتكبي الجرائم الجنائية أوضحت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو أن 733 مليون شخص في العالم يعانون الجوع بسبب الصراعات والصدمات المناخية والركود الاقتصادي وأن أكثر من مليارين وثمانمائة مليون شخص لا يستطيعون تحمل تكاليف نظام غذائي صحي ودعت المنظمة بمناسبة يوم الغذاء العالمي الذي يوافق السادس عشر من أكتوبر من كل عام الحكومات إلى دمج الحق في الغذاء في سياسات أنظمتها الزراعية وضمان المساواة بالوصول للغذاء خصوصا للفئات السكانية الضعيفة كما دعت إلى تعزيز التعاون الدولي لضمان وصول الغذاء الآمن والمساعدات الإنسانية إلى المحتاجين مشاهدين الأكارم بهذا نكون وصلنا وياكم إلى ختام الموجز نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة